اهلا وسهلا للمشاهدين الكرام حلقة جديدة برنامجكم أسرتي وكيف العادة مواضيع كتير ومهمة فانتظاركم يشرفني رافقني في حلقة اليوم دكتور سهيل بن بركة بن بركة عفوا طبيب أخي صائفي جراحة الفم والأسنان مرحبا دكتور كيف الحال الحمد لله أهلا وسهلا دريس بوشيا محترف في رياضة الكروسفيت مرحبا بك سيدريس برفقتك اليوم نخص دريس فقرة زوم باش نسلطوا الدوء على رياضة الكروسفيت وهي رياضة اللي كتشهد اقبال كبير في السنوات الأخيرة من قبل المغاربة أما فقرة تدبير حياتي نخصها للحديث على ميزانية الرجيم وضيفنا اليوم فقرة نجم أسرتي هو الممثل الشاب مهدي فولن بداية حلقة اليوم ستكون بموضوع نتم من خلاله بالصحة دينا كي تقل عموما أن صحة الفم هي مدخل مهم للعناية بالصحة العامة دينا إلا شاشنهما أهم النصائح لخصنا نعرفها بخصوص صحة الفم دينا يجاوبنا على مختلف أسئتنا الدكتور سهيل بن بركة الأخي سائي في جراحة الفم والأسنن وصحة رسماني دكتور بن بركة لماذا تعتبر صحة الفم هي مدخل للحماية الصحة دينا أموما شكرا من الصدافة أهلا وسهلا باش نكون متفقين على المسألة وأنه اليوم معترف به وأنه صحة الفم والأسنان هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة متاع الإنسان يعني إذا كان يكون إذا كان الإنسان عنده صحة ماشي في المستوى متاع صحة الفم والأسنان كيف كانت تأثر عليه على الصحة العامة وأكبر ذلك وأنه ده بعد العمليات من كله يداره حتى يستطيع طبيب يستطيع طبيب الأسنان باش يتأكد على صحة الفم والأسنان ومتاعلماتها جيدة عاد باش نكون يدار له عملية ولكن علش دكتور فين كان التفاصيل اللي كتخلي صحة الفم مهمة لهذا الدرجة علش صحة الفم لأنه أخصى نعرف بأنه في الوجه كان بلكسوس فينه تريغيش العروق العروق كان النوع بلكسوس في الوجه غاني بزب وإذا كان بلكسوس فينه يعني يمكنه يكون لديو اتصال بجميع العروق المتعددات اللي كيكون ثلاث وصل اللي يمكنه يوصل إلا كانوا ديزينفكشون ولا ديباكتيري يمكنه يوصلهم الباقي عداء الجسم دكتور أساسيات العناية بصحة الفم اللي ضرورية خصها تقول بعد أخصى نتفق أحد المسألة هو أنه باش نكون نهضروا على صحة الفم والأسنان كان نهضروا على واحد المسائل نتفق عليه على الأقل جوج مرات نضيف الأسنان في النهار أهيه في الصباح من بعد الفطور وجبه الفطور وفي الليل قم ينأس الواحد يعني وطريقة لديو البغوصاج نضيف الأسنان اللي متعارف عليها هو تكون طريقة اللي تسمح بديك اللي بغا نتعلم بغوصاج بيدخلوه بين اللحم والسنان لأنه ما كنت يبدو بمشاكل إنه اللي أجنع السنان رأي ممكن غير باللسان أو بالعليف غير كلهم يتمسحون المشكل بين سنة والحم ما بين سنة والحم طريقة ديال البغوصاج اللي أستعملوا إذا تسمحنا بديك شعارة من الشيطة السنان تدخل بين الحم والسنان وتنطفو وبطريقة سليمة ونخطر وقت كافي وما تكونش كتجرح للحم والوقت كافي جدا يعني أن الناس يحكو السنان في دقيقة أو دقيقة أو دقيقة أو دقيقة يقولون أنه حكي سنان سليطة 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 يوقف قدام مرايا ويعطي لكل سنة حقها هذا اللول مرس على الأقل وفي الصباح وفي الليق مرس الواحد ثاني حاجة هو أنه هذه البغوصة التي تكون معظم مشاكل يبدأوا بين السنان بين سنة سنة دكتور بين سنة لأنك ما كانت الفرشة ما قد تدخلش بين السنان دونك خفنا على الأقل مرة في النهار نخدمه واحد البغوصة اللي كيمشو بين السنان لطريقة سهلة وكسب واحد منفعة كبيرة دكتور هنا نفتحو القلص واش هاد البغوصة الصغار فيهم أحجام مؤينة وليغا يتمشو مع السنان لأنه بعد المرات كنحسو هاد البغوصة في حال طريقة باش ندخلو ما بين سن صعيبة تن بدون درو باش ما يكونوش باش ما يجرحوش للحم فيهم فيهم حجام فيهم ديطايل طبيب ديالك ولي كيعبر وكيقولك هاد شحال الحجم وفي حقيقة في اللوغل ماشي سن كلهم تكون عندهم لس الحجم اها تلقى في جيها مثلا حجم وفي جيها اخر حجم حنا غير باش ما نتقلوش على المرات في اللوغل كنعطيه رقم واحد باش يدو وزع الستان كلو غير باش يدو اها يدو يدو بها لكي تدو هاد كان عطيه جوج اوطلال الارقام مثلا انتن قلو له بين هاد سنة وهاد سنة وبين هاد سنة وهاد سنة رقم واحد وهنا رقم جوج ورقم جوج هو البيوت متاع هاد البروسيت هو مخصوم يدخلوا بواحد الثالثة ما يكونوش واسعين بزاف وما يكونوش مضاييرين باش يمكنوهم مزاييرين وقلنا زيارة طبيب اسنان مره في 6 شهر على الاقل مره في 6 شهر على الاقل الخيط ديات السنان منصوح باي في الاستعمال اليومي او لفروتينا الاناية بالفم هو من الاحسن من الاحسن هو واحد يتفادى الخيط على السنان لانه الخيط باش يمكنو تستعمل واحد تقنية تقنية اها وغالبا بالمرضى ما كيستحبدوش هاد التقنية وش كي يديرو كيجرحوا اللحم دياته مكسر ملكي داويوه الحال ديك السلق اللي كيقطعو بالزبداء هاكو كيدخل الخيط وكيجرح للحم اها لابا الخيط يعني من الاحسن يتفادى لابا كونسنسوس انه يتفادى وهاد الابو يديرو وحسن الخيط وقال طبيب اسنان يمكنو يخدم الخيط لانه عنده واحد تقنية وعنده وحد دواطئ يمكنو يستعملوا الدكتور خلينا نرجعو الاساسيات في الحياة اليومية اختيار فرشات الاسنان مهم جدا باش نتمو بصحة الفم ديانه واسنان كنسمعو سوبل ميديوم او غيرها اشو اللي كيخلي كل شخص كي نسبو واحد النوع بداخل نعرفوه هو انه طريقة طريقة ديال البروسة جي المهمة طريقة باش نحكوه جي المهمة دبال ما ما الاسف هو انه الطبيب كيقول المريد دياله سيحكسنه لك ولكن خصوه يوريه كيفاش يوريه تقنية الواحد اللي يمكنه يوريه المريد كيفاش طريقة تقنية ديال اللي حكوه هو الطبيب هو الاندياية لك خصنا احنا هي كأطيبة كنناخدوا واحد لوقات واحد عشرات دقائية ونوريه المريد دياله كيفاش يحكو سنه طوك باش نرجع اهم حاجة هي الطريقة طريقة تنظيف كيفقو الفرشة والشرط طبع لابا ميكا تكون الشيطة حرشة بززاف فعالتين كاتهلك لتا ويتا نتخيف خجيب المنصوح به ميديوم في مختلف حالات سوكم هما يكونوا مزيانين سوكم هما يكونوا مزيانين دكتور صحة الفم ولا اكتر الامراض شو انو اللي كتجينا كمغربة بحكم الخبرة ديالكم فيما يتعلق بالفم والاسنان عنا في المغرب واحد الآفة اللي هي اسميتها البرودانتيت 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 يعني كتلقى ناس عندهم 14-15 العام كيطيحوا السنان اها وصنة صحيحة وصنة صحيحة وعندهم يعني حالة يعني نسنت ديالك مزيانة وكتلقى تفتحوا السنان وبالاخص بنيتات كتلقى عندهم 16-18 العام ورجو القدامين كيمشيوا وليموليخ هذي يعني مشي من أن السيدة البنت أو الولد ما كيحكي سننه هذي عندهم مشكل جيني يعني أنه كتورثة كين أشخاص كيف فقدوا الأسنان دير وسلم بك والا سدي ملدي وراتيين غيخص نحنا تيكون عندنا شنه واللغة في العيادة كي يجي عندنا شي وليد أو بنيتها عنده 12-14-16-16- وكيبدو السنن القدامين أو ليموليخ يتحركوا أول حاجة كيف تشعل واحد البولة فرسنس يقول عائلة كل لغة تندوزها إلا عنده شي أخوته أو أخوته ما زال صغار تندوزهم كنديروا واحد المسح عائلي باش هذو كل ويدات الصغار يمكن أن ندع عندهم المشكل ويبدو يفقد الأسنان هذا اللي لدينا في شمال إفريقيا أو في المغرب العربية إنها تشرب بزار في الأمراض لتا تسووص أسنان جاربة العمال وتسووص وشيكين دكتور بما أننا كنت تكلموا على حفاظ على صحتنا أموما عن طريقة الحفاظ على صحة الفم إلا أنا ما تنقتني وممتبقش هذا الروتين السليم والصحي للفم ديالي أشنو خاطر الأمراض اللي ممكن نقدر نتصعب بها بحال اللي قلنا في الأول هو أن صحة الفم والأسنان هي المدخل لصحة جيدة أكيد قلنا علاج لأنه كان واحد أنبلكسوس لأنه تخيغيش كان هنا كان بزاف ديال اللي كانت أنستوموز ولي كانت يطلقها مع دوتخ وكان كلهم أمراض إلا بغنا نقسمو المشاكل والعواقب اللي ممكن لهم إنجوا على قلة العناية بالفم والأسنان كان جوج كان العواقب اللي اللوكوريجونال يعني في الوجه تشوفوا الناس ممكن وجههم يتنفخ يمكن يكون عندهم سلولات يمكن يكون عندهم دزينفكسون هنا يمكن يخرجون ديفستور كتقبل الحم بشي يخرج هذا هو المشاكل اللي كانت تكون اللوكوريجونال وكان الصحة العامة ومعروف دابا متعفق عليه وأنه لزندوغرد متاع القلب يعني تحفو متاع القلب لأنه بحل اللي قلنا قلنا سنون ريجون فينوز تخير يعني كتكون إنفكسون كتكون واحد التلووت متاع السنان ومتاع التا كيمكن يدوز فلاسيكولاس جنرال ويمكن ينزل في القلب في القلب تنزل في السدر يمكن يمكن تنزل تفح ويشخورين ودابا درنيا مو كان الدراسة تت 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 بين البكتيريا متاع الكافيت بيكال ولم ضد هالزايمر كان علاقة كان علاقة بين مرض هالزايمر والناس اللي عندهم موفيزيجان بيكودون يعني عندهم واحد الحالة متاع سنال لما شيف المستوى بلا من هضروع طاقة قوية أنه يمكن حنا في العياد الدين نا في الكونسلتاتيون عرفوا أنه مرض عنده السكر ومرض السكر غيب ديال غيب سنان ديال متاع للتاة ودنسوكا كان نلقوا أمراض متاع للتاة بواحد شكل قوي ومرض السكري تسوس كبير يعني أمراض السكري خصوهم يعني بفمهم بواحد درجة متصور السائل تنظيف الفم منصوح به في الحياة اليومية أو لا تعتهل الطبيب هو سائل خصو عنده وطبيب هو اللي كعف لأنه كان بزر الوعدل السائل كين دبا لاحظنا وأنه كيتباع في محلة تجارية سائل يومي هذاك ما كان صحش بإعلاج لأنه لأنه واحد ميكروبيوت يعني لأنه الفلوباكترية في فم ديننا هذاك ميكروبيوت واللي كيساعد باش يخملنا واحد صحة بزيانة دونك واحد اللي كيستعمل السائل بطريقة منتظمة كين يحدد لك النوع اللي غا تستعمل والكمية النوع والكمية والطريقة والفترة والمدة متاع استعمال دياله يعني مخش الواحد يجيب دي ياخد طريقة عشوائية نذكر المشاهدين أيضا كيف ممكن وحاك نعرف دائما المعلومة والثمانتاشرة كثيرا أن الراضيع يجب تنظيف الأثنان دياله بغي تكبر له السنة دياله اللولة خس الأم دياله تاخد واحد الريفلي سواء وتقرب واحد الكمبريس فزيلا ومبعد رضاها تمسح له سنانه قبل ما لأن الحليب في مزاف المكوونز في الفلكتوز في سكريات وطريقة باش تنضيف السنان يعني إنفو السنة كبرت في الأحقاد خس تبدأ في سنينتهم بزافة دكتور وش لش كعرض صحة الفم الخطر كبير لك سي واحد الأمر آم وآين كتلقوا ليداتك في مدار وطريقة سنينهم لا أنا فضل أنا الله مدار لا أحكو بزاف ولا لا أحكوش بزاف وش إذا نحدي نقاب إلى ضد ولكن مع ذلك تنقل لما كان مشكلة كما كان تبقى محبب وعند الناس الكبار بعد المرة كان لقاو دي زنو مالي في السنان اللي كان كيكون دو بروسات أنتون فسي فكال الناس اللي في مسوات سنتين يخسلوا بزاف سنتين حتى يجرحوهم حتى يياكلوهم ولكن مع ذلك سنقول من أحسن تنظيف دكتور نقطة أخيرة بها غالي نختمه من أصعب المناطق في تنظيف الفم دي نهي الجهاد للدروس لأن ما تيكون لدينا واحد لسباس بزاف وكينا تقنية خسنا تبقوها كيف ما قلنا بش ما بيلحم سني تنظف كيف تنصح لتكون أمالية تنظيف في هذه المنطقة سليمة هو بش نسهل على رأسنا تنظيف ديكت الجهة للداخل وأنه بعدها يكون معجول الأسنان يكون شي معجول الأسنان اللي كي سهل بس دور الأول والأساسي معجول الأسنان هو كيف سهل أمالية تنظيف أمالية تنظيف دونك واحد ياخد ما يكون الراس كبير يكون كبير جزاف بش يمكن يدخلو بش بش حتى نولف كي النس لديهم سيكون مرات مرات الطائم يحطون شي تذك شي ته أحسن حتى يولف الواحد ولكن الواحد يجب بأن الصحة الفم تكون في المستوى يجب مرات الحكام في السنان يجب زيارة الطبيع السنان ومرات شرع شكرا لك دكتور بن برك على نصائح لنا سنمش الموضوع آخر وأيضا نتهم الصحة لأن الرياضة تغذية سليمة والعناية في الصحة مهمة جدا لكي نكون في صحة جيدة الكروس فيت إم تبدأ هذا الرياضة في المغرب كيف هم الأساسيات ومجموعة من الأسئلة جابنا لها دريس بوش محترف رياضة الكروس فيت وفق رادسو دريس كم احترف في هذا المجال إم تبدأ رياضة الكروس فيت في المغرب رياضة الكروس فيت كفكرة بدأت في 1996 في وليت كاليفورنيا على يد جورج جلوزمان والزوجة دير لورينت أول صال ديال الكروس فيت كان دار في كاليفورنيا ندار هم في 2001 بالنسبة للمغرب بدأت رياضة الكروس فيت قرابة 2016 بدأت تبن المعالم رياضة الكروس فيت ما هي أهم ركائز ومميزة تعرفنا على هذا الرياضة ما هي هي عبارة عن رياضة تخصص بالحركات الوظيفية يعني حركات نقدرون نزولها في اليوم بدينا نقدرون نهزو مثلا مفاتيح تحولنا في الأرض أو نقدرون نهزو شيء فتقيلة أو أي حاجة نقدرون ندروها في الحياة اليومية الكروس فيت يساعدك على أنك تبني العضلة لهذه الحركات يعني باش ما يكونش في حياتك اليومية ذلك الحركات التي تقوم بيهم ما يكونش تأثير سلبي يكون الجسم قوي وفي صحة جيدة الكروس فيت منصوح به لجميع هو الكروس فيت كما قلت في الأول فش تبدأ كانوا كريغ جلوزمان كان داروا السلك الشرطة بالقوات الخاصة علاش حيات كانت عندهم ذيك الفكرة لأنه فيه يعني مجهود عضلي كبير ولكن مع طورة الفكرة يمكن أي واحد يدير ابتداء من أي سن ممكن مرسول الكروس فيت دريس الكروس فيت يمكن لك تبدأ على حسب الشخص ورقين يعني كتلقى أطفال يافعين يعني باقي عنده 11 عام 9 سنين وعنده لا فقص أنه يبدأ الكروس فيت موخا كان أشخاص خورين اللي ميقدروش يبدو في هذه السن ولين أون جنغال 14 عام يقدر يبدأ الكروس فيت موخا سألنا سيدة التي تجربتها في رياضة الكروس فيت نشاهد جميع وراجعين كملوا حديثنا الكروس فيت هو إحدى الأنماط الحديثة في 80 رياضية وليمكن يمارسها أي رياضي أو رياضية مبتدئ أو محجري بغية الوصول إلى رياقة بدنية جيدة مريم إمرأة متزوجة ومديرة شركة لقاطر احتفظ رياضة وساعدتها على التخلص من ضغوطة العمل أنا شخصيا كان جي ديما ما بنت نشو جوش باش كنبير سبغدالي وملي كان جي هناك يكون جو فاميليال العائلي ولا أخوي كين كل شي تتعارف بحلي جي بحلي جي لشي بلحصل بحلي داخل الشي دار كتعرف فيها كل شي والأصيصة وحاجة وحد أخرى ما شي ضروري كان جي ما بنت نشو جوج مرة كان جي ما بنت نشو جوج مرة كان جي مع ربعة مرة كان جي خلصة ستوجوغ لبس للناس اللي تكونوا وكل شي كيتعارف أول حاجة عجبتني هي بعدها هاد ما يسمى رياضة جماعية وشي رياضة فرضية يعني كين واحد فريق اللي كنخدمه بيناتنا وكيكون واحد من نوع دي التشجيع واحد من نوع دي يعني الانيماسيون بحلي نقولو التنشيط داكو يعني مشي رياضة اللي كتحس فيها بواحد الملال بواحد الوحدانية وكتحس بالقنط تقبال مجموعة من الرجال والنساء على مزاولة هادا الرياضة ودعات مجموعة من نوع دي برامج جدريبية متنوعة باش تجعوهم على ممارستها احنا الناس يدخلوا عنا إذا دخلنا شي واحد يخصنا يكون هنديروا ماكسموم دي اللي زفور دينا باش يقدر هو يكون على خاطره ويعجبو الحال موك غادي نعطيوه وقتو يكون نعجبو الحال برنامان نريوه كيفاش يدير الموفمان تجي اللي غروب تيكونوا صغار ما تيكونش بزر ديال الناس وكل واحد تنعطيوه الوقت يالون ونريوه كيفاش سخوات تدار كيفاش هالموفمان داب بوش تاخدير اليوم تدار اي حاجة خصنا المؤالية تيو 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 مرسها بطريقة جيدة وش الكروسفيت في أنواع هو كروسفيت كين نوع واحد واحد ولكن فيه تمارين مختلفة فيه تمارين مختلفة قرب لمنها أكتر هو الكروسفيت باش نقرب للمشاهدين لواحد القادية مهمة على الكروسفيت هو رياضة ذات وجهي كين الوجه الخافي اللي ما كيشوفوه الناس يعني في وثائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك وكين الوجه المعروف وهو الوجه الاحترافي يعني كتلقى ناس كيبانوا لنا مسابقات يا دولية يا عالمية كيدروا ناس حركات يعني قدروا يبانوا لكشيبهم استحيلين في الأول قدروا يبانوا لك صعوبة هذا الوجه هذا كيمارسوه الناس اللي احترافيين عندهم لياقة بدنية عالية عالية والشخص عادي أنا وشخص آخر وشخص آخر كروسفيت كيفاش تمارينو وكيفاش قدروا نديروه هو النصيحة اللي نصح بها الناس لي الله بغين يبدو الكروسفيت وعندهم لياقة بدنية عادية يتوجهوا للموقع الرسمي الكروسفيت هو crossfit.com ومليك الدخول كتلقى يعني مكان مخصص فيه صالات يعني يعني معتمدة هي صالات معتمدة تكونوا فيها مدربين معتمدين من طرف الكروسفيت غيمشيوا معك خطوة بخطوة حتى يوصلك لذلك المستوى اللي بغيتي لذلك الهدف اللي بغيتي انت يعني لشتريني الكروسفيت وكت اي في تي انك تبليسة امامتو يعني ما كيكونوش إصابات فوق التعلم فاشكن بدور رياضة الكروسفيت كين تغذية خصنا نركزوا لها كين واحد نمط العيش خصو يكون اني الله بدين حناية واشخاص جسم بنية دينا عادية هو الكروسفيت فيه واحد القضية اللحظت أنا يعني مهمة بزاف هي انه يبدلك النمط دي الحياة ديالك حنا دا بدنا نتكلم على الصحة يعني كروسفيت كي يديك الى البلاسة اللي ما كنتيش نتافيها كي يعطيك واحد الوريونتاسيون كيفاش انك تأكل ماكلة يعني طبيعية صحية ما تأترش على الجسم ديالك ما تأترش على يعني الكاباسيتي ديالك فلانتخانمو وكذلك يعطيك النمط ديال الحياة انك كتوليك نعس بكري كتتردل بال الصحة ديالك حيث كي يبان تأتير على الصحة ديالك فوقت وقت التامارين حسا ديال الكروسفيت حال ما خسش نتجاوز لمدة ديالها باش نكونوا ما كان أديوش الجسم ديالنا هو بالنسبة الناس اللي الله بدين الكروسفيت الحسا ديال الكروسفيت خسام تجاوز ما بين عشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة بالنسبة الناس محشرفين كي يوصل تلساعتين على حسب الكباسيتي دياله وحسب الخدمة اللي يعني واش كي يوجد المسابقة او لا غير يعني يعني العمل يعني العمل هل رياضة الكروسفيت كتساعدنا نخدمو جميع مناطق الجسم ديالنا بطبيعة الحال هي رياضة الكروسفيت ما كتهتمش بواحد المسكول قد ما كتهتم بان مجموعة عضلية يعني كتخدم لك دي موسكول اللي هما صغار وهما اللي كيكونوا سبب في الإصابات يعني من اللي ما كتخدمش دوك دي موسكول الصغار كتتعرض الإصابات يعني نحاول نركز كينا واحد الفترة في التمرين كتسمى بحال يعني كتقوي العضلات اللي قدروا هل يمكن لجوء لهاد الرياضة ليفقدان الوزن طبيعة الحال هي الكروسفيت معروفة يعني الشدة يعني على حسب لياق البدنية ديالك على حسب حال تقدر تعطي في التمرين وقدم ما أعطي في التمرين مزيان كتحرق دهون أكثر وكيني الحركات يعني عندنا كونسيبت بزاف دي الكارديو يعني كان خدم وكارديو معروف أنه إذا الأشخاص اللي عندهم وزن طايح بزاف ما منصحش لهم الكروسفيت هو منقوش أنه منصحش لهم الكروسفيت ولاني أنه مخصصهم إيكيليبريو حيث الكروسفيت ما فيه شغير مجال كارديو هو فيه مجال البادي بيلدينج كما كنقول بناء الأجسام أو لا الويتليفتينج اللي كنسمعني حمل أتقال ودهك حمل أتقال هو من الأسباب اللي كيخلي أن البناء بناء العضل لأنك تبني العضل يعني إيكيليبري مثلا أنت بغيت تزيد في البواء ستنقسم الكارديو ستزيد في حمل أتقال بوحد نسبة وليس لأتقال كبيرة اللي ستتدرك على حسب المدرب ديالك كين فئة أو لا أشخاص تقولهم يتفادوا الكروسفيت بالمرة أمراض مؤينة حالات مؤينة صراحة أنا في الكاريير ديالي يعني شفت الناس اللي شبه أنهم مستحيل أنهم يقدروا يتمشوا وليجروا مستقبلا وبدأوا الكروسفيت وممبوش أنها معجزة وإنما الرياضة تخليك أنك تبدل الفيزيون ديالك للحياة وكتبدل حتى الأوريونتاسيون ديالك يعني كتدير واحد لفور وكتوصل لهدف ديالك يعني ما نقدرش نقول أنه كين واحد الفئة اللي ما تصلحش للكروسفيت قدر ما أنني نقول بأن نخص كيتعرف التأثير المناسب خذ سوكون غدي تترك مزيان أولى ومخا شحات ديال الوقت المدة من يكين بدون مارسوا رياضة الكروسفيت باش كي بدون يبنوا نتائج ها للجسم ديالنا هو بالنسبة النتائج كتبن على حسب الشخص المورفولوجي ديال الإنسان حيث كين اللي ضغياك يطيح البواء مثلا بالنسبة اللي بغي نفخ كين للناس اللي صعيب أنه يفقد الوزن على حسب الشخص مي ان جنرال تلات شلات أشهر تكون كافية أنه تيبانوا المعالم لأنك تغير واش أننا ندير رياضة الكروسفيت مدى معينة ونقطعوها غيكون عندو تأثير للصحة ديالنا هو إلا قطعت الكروسفيت ويجب أن ترجع وهذا خطأ شائع نشوفوه الناس بزاف اللي كيكونوا كيتريني وبواحد لانتونسيت يعني بواحد الحدة وواحد كتكون عندو واحد اللي ياب بدني معينة وكي قطع وكي بغي يرجع وكي عاود يدير ذوك التمارين اللي كان يدير قبل وهنا فين يقوم خطأ يعني يدير إلى الإصابة يعني يجب أن ترجع من الأول كتعاود بشوية بشوية يعني مش كي نحبسي تكمل كتعود تبني جسم يعني تبني بشوية بشوية رونفورس واندي ديال 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 وكتقويهم باش ترجع لده التمارين اللي كنت كتدير قبل يمكن لك تبدأ فين حبسي هذا هو اللي كي يدي الإصابة شكرا لك حكي لنا دكتور شكرا لنك شاركتنا أيضا بالحضور ديالك هدمر مشون تابع مشاهدينا فقرة من يتشايف مرحبا بيكم مشاهدينا الوصفة اليوم هي ستك بلتخوى بوافغون لهذا الوصفة مشاهدينا ستك المقطع شرائح لتخوى بوافغون في فلاح مراس صفراء والخضراء سكينجبير خضر فري لبزار ثومة لبصلة وبالنسبة اللاصوس الذي سترافقه سيكون فيها العسل سوس صوجة ونشا وسوف نرافقه الطبق بالروز فعلى بركة الله ندوز التحضير سأخذ الفلفل من قبل سنشعل على البوطة ومقلة لكي تكون سخونة مزيان بعد نقطع الفلفل سأضع قطعهم على تشكل اشتركوا في القناة ومقلة صلاح تايا مدينما مشاهدينا قطعنا الفلفل جينا نقل جينا كنلاحظو أنها سخنات سنضيف له الزيت هزي نزفوه شرائح اللحم دينا هنزفو عليهم جانجون برفري نزفوه شرائح اللحم دينا هزي نزفوه شرائح اللحم دينا هادي نحطروا اللاصوس اللي غادي ترفقها هادي نضعوا السويا السوس او لاصوس سوجة هنزيدو عليها العسل هنضف عليهم منشا وشوية جيلا ما هادي نحركوا اللحم دي النوع همشا ايدي نحط انجز فو الاصوس لصونا همشا ايدي نحط انجز فو الاصوس اللي صوبنا سوف نحركوا لكل سوف نقوم بتقديم سوف نقوم بتقديم سوف نقوم بتقديم سوف نضع الروز اللحم سوف نضع الروز سوف نضع اللحم كان هذا مشاهدينا هو الطبق جيلنا اليوم كانت مني يكوننا لأعجاب جيالكم وبصحة وراحة اتحق بنا الممثل مهدي فولان مرحبا بك ونأكد ممثل شاب ونجاحات مهمة في الكارير دي شكرا بزاق جيت عادة يكون بناتنا من جديد دكتور دريس خدري الأسر الجامعي والكوتش تدبير مالي مرحبا دكتور أهلا وسهلا كيف الحال الله يبرك فيك الحال دريد لرجع عليكم من دبا شوية ونتكلموا على ميزانية الرجيم نفذب دي الناس كيختاروا دي الريجيم وكيما كيحسبوش حسابها تماما مقدموا مجموعة من نصائحة المهمة ولكم المشاهدين الكرام خلينا نشاهدوا صور تقربنا أكثر من ضيفنا فقرة نجوم أسرة مهدي فولي ما تدروس أنا مجموعة من دي الكسكسو تأكلون تأكل مجموعة من دي الريجيم مجموعة من دي الريجيم شوية وصافية لقيشين ازدربانين أبيلا ننصنك برا أخوك ما يتغداش لا غانمشي ونصغطة وانتماما كتصننا ما تتعطلاش حدراري كيبقوا بوحدهم مالخدام أنا كمل وغا تنشي بتعطلاش هنا أبيلا كيف كيف شوارا الكوسير مهدي بديت صغير في التمثيل واشنقدرون نقسمه المسيرة ديالك لحد الأنجو جوج ديال المراحل مهدي الطفل ومرحلة جديدة في الشباب ديالك ولا هما مرتبطين طريقة كبيرة مع بديتهم سيبغي هي كانت في الأول فاشك تكون داخل دومين داجا سابقك باك ولا الأم ديالك انو كي ديرو نفس دومين هذا كل ديبار ديالك كي يكون سميتك ولد هذاك الممثيل تعودت لك بزير 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 ولكن انا ليا الشرف نتكون سميتي ولد فلان انا ما نبغي نعيش بعد الاسماد حياتي كاملة ما كي ديرو جينيش الفرق هو انو من بعد لكارير ديالك كيف ما قلت هي كتقسم على جوج من بعد كتولي سميتك ما دي فلان كتولي كتونساب لك نجاحاتك كشخص انا كتولي داك شي كتنساب لك انتما كي بقسمي تقول فلان شي كله ما كي أعطينا زمال إلا الحافيز باش نزيدو نزيدو القدام ونديرو افاق نتخدم أفضل ما عندك هذا ولي كايننا فلان بدي ما تنقول الله يرحمني الوالدين دار الدباق ديالك عادية اللي كاملة نجيت لقيت لنا واجد واجت لقيت الاسم واجد ولكره سيفدو حدين الاسم واجد ولكره مسؤولية كبيرة باش تخليت لبوليسون ديالو واش ولد فلان اليوم كنت عليك مسؤولية باش تبت نفسك كممثل ما هدي فلان بزاف بزاف خدا بزاف ديالوقت خدا بزاف ديالجهت خدا بزاف ديالصبر توقتو الصبر خاصك تكون عندك واحد لاسيب اللي ما كتشوفش هنا ايو هنا ايو خاصك تمشي نيشا باش ما تقاش كتسمع لني يبقوا الناس اللي يقولوا واه داك حاطوبا واه واه وكو ما كانش باكن ما دارش هذه شي كامل خاصك تنسى وكتسيب لي واحد الحاجة خاصك تمشي لانيشا والحمدلله ما عارش تنقول للجمهور ولايغس يقول ما عارش تنوفقته ولما زال تشي واحد في أي ضمنك في مكان خاصه يبقى دير افهو اكيد هل اخير نعار في حياتو ديما كم بقوا نتعلمه ونهر الان انا شو بغيت اتمثل حتي الحاجة الوحيدة اللي كنعرف ندير كبرت أعلان تربت أعلان كان هناك وراتيها كان الوراتة وكان شوية ديال تدير الفاش كتكبر وكتوعى وكتشوف كنت الحب ديال المهنة تغوى كيزيد يحفزك كتذكر ذكرياتك في الطفولة مهدي فلان أجواء أنا كبر في واحد الأسرة فنية كتذكر شنو كيبقى لك في الذكرة ديالك من طفولتك في هذا المشاعر البروفيسيوناليزم هذك الاحتراف يلي كنت كنشوف في البلاطو يلي كتبقى ديام رأس خالية في الذكرة ديالي وكن نقول ما خصنيش نزل على هذك الو نيفو كبرت في واحد الوساط فني ما يمكنش لين ندير قل من هذك المساوى اللي عشت فيه عشت مع ممثالين كبار عشت مع نوجون كبار في المغرب اللي مات الله يرحموا اللي بقي معنا اللي يطول في عمرو استفت منهم بزاف هذك الاحتيكاك بهم كان هذك الاحتيكاك بهم كان مدراسة عليك بزاف كيفاش نحترمو الناس اللي قبل منا في المهنة وكيفاش نحترمو قطنا وكيفاش نحترمو المهنة ديالنا وكيفاش نحترمو البيبليك اللي كان ديروا لي هذك شيء كان مدراسة كبيرة ومع مره ومع مره ومع مره ومع مره ما تسمى تحيد لي من بلي اليوم انت بالكثير من الأعمال والأدوار اللي لابتها مهدي فولان فيين تبغي تصنّف راسك؟ او انت تقول انا ما نتحتش في خانة مؤينة او لا في دور شخصيات مؤينة نبغي ندير كل شيء؟ انا ما نكرهش لعبك هالأدوار كانت زوين هاد سؤال انا واحد الوقيته كنت غادين تحط فوحد الخانة ديال واحد الأدوار فحاليش؟ كان ما كانش كانت يقلقني انهم ديما كيعيتوا لي باش لعب هذك الدور ديال هذك الولده والكبيحة والدرب كده هذك شي شوية كيحت تكفح لغاجيسك شوية ما تقدرش إلا تحطي تصيف هذك الكاز ما تقدرش منها بسهولة؟ ما تقدرش تزيل قدام سافي كتولي بحل شي ممتيل واجد كي دير غير هذك الدور نهار يحتاجه شي واحد كي دير هذك الدور كيعيطه لك انت كيف تخرجي منها؟ تحدي كتقول عندي بزاف ديال المهيبة كتكون بحل اي واحد كنكون عارفين احنا المهيبة اللي عاطيك الله كتكون اكتر واحد عندك ديرا يبيع الطموح خلك تخرج منها؟ تقول انا ما بغيش نبقى في نقطة وحدة؟ طموح وي وطا التحدي وشوية ديال كماشا نصرح عليك كان انا كي اجبني نشد ذكر مع راسي مدد مع راسي كان بغينا نخذ تحديات كبار كان قولة فشلت انا بقي كنتعلم وبقي سرار بقي الوقت قدامي لا نجحت ترى ذاك الشي اللي بغينا ما نجحت ما زال الوقت قدامي ما زال نتعلم هذا هو التحدي اللي كان اليوم اي درجة كتشبه البوليد ديالك في الشخصيات ديالك؟ فنيا فنيا وإنسانيا إنسانيا كان شبه لي بزاف ديال حويش إنسانيا كان شبه لي بزاف ديال حويش فنيا انا كنختل فنويا بزاف ديال حويش حسنا حسنا ولكن طريقته في تعامل كيفاش كيشوف الحويش فنيا تعترسبي بزاف تعترسبي بزاف جيلك عنده الزهر على الجيل السابق مواقع التواصل الشمائي طريقة الإنتاج اللي كان دابا الأبواب اللي مفتوحة عندكم الزهر ولكن هذا سيفدو حدين دابا دابا المعلومة والتي كانت تنتشر بواحد طريقة سريعة بزاف يعني هامش الخطأ ما كيكونش فيها مسموح ما مسموحش لك أنك تغلط حيث الغلط كي تحسب دابا كي تحسب بعشرة الغلط إلا درتي غلط صغير ضغياء كيوصل لنا شحال هدي كان ممكن تفشيل فعام وما يساقلك تحدثوا احنا ما غادي عارفك كانو كانو ياخد الوقت كانو ياخد الوقت باش ياخد الوقت باش توصل الانفورماسيون للناس ولكن دابا دابا المعلومة والتي كانت توصل بواحد طريقة سريعة بزاف الناس واللي عندهم لشواء كيشوفوا بزاف ديال الحواجي يعني كيقارنوا الأشياء كيقولوا هاد شي كنشوفوا هادك الممتيل على برا كيفاش كيمتيل يعني خاصنا ديما نقوا كنسيروا العصر هذا واش انتا من الناس اللي كيقولوا بحكم خدمتك في هذا المجال كتقول ما تقارناش مع تجارب أجنبية أخرى لأن صناعة او العالم التمثيل في المغرب ماشي هو في هادك الدول واش انتا كتشوف اليوم المشاهد ماشي محقق قارنك مثلا بمستلسل تركي ولمستلسل أمريكي لأن الظروف مختلفة وهذا العالم مختلف باش من نكونش مع كتب أنا كيدينيش أنه نقارنون حيث أن موهيب كبيرة ما عندنا الحق أنا ننهزورة الثنون فتاقرب الموهيب اللي كينذاابك أكيد كنت أتكلم مش مع الموهيبة كنتتكلم والضروف الأعمل أولى ضروف للشغال على المشاريع أولى طريقة تحقيق المشاريع الناس ماعرفينش ناس كيبنسيباني هم كيقولوا هاده تمتيل هاده تمتيل هاده و هاده سينيما وهده سينيما هاده مسلسل و هاده مسلسل يعني من حقنا أننا نقارنوه ولكن لا يعرفوش هما اللي دي تاي مكعرفوش دورو في العمل كيفاش كتدار شحال الوقت كيتخذ باش يتكسب ان سيناريو بالدتاي ديال وباش يصيبوا لك هم بخصوناج الناس ما يعرفوش هاد الدي تفاصيل وخبايا ما معرفوش عن الناس الناس ما يعرفوش هاد التفاصيل هادو يعني كتلقى اليوم العودرة كتقول محقوم انهم يديروا المقارنة ما عندنا موهيب كبير في قيع المجالات في الفن يعني رامنا حقنا نتقارنوا مع هادوك الناس صناعة الكوميديا في المغرب وبكل صراحة هم هدي فلان شنور رأيك فيها تعتبر صناعة ولا عالم الكوميديا في المغرب في مجال التمثيل هل قطعنا أشواط كبيرة واش ننجحنا في مجال الكوميديا ولا باقي خصنا بزي حتى كنقربوه وكانا فين ما كتفر ما عرفت انا كنقول فشوف هادا كل شو فيزيول مني كنشوفو مني كنشوفو الحواج كم معالجة ديال المواضيع بالضحك حيث الضحك يدار بالمعقول ما كنضحكوش في كل شيء مدروس الضحك خصو يكون مدروس وسيخطو الضحك الضحك أخطر من في المعالجة ديال المواضيع أخطر من الدراما حيث انك كتدير واحد المعالجة ديال الموضوع وانت كتعلجوب بالكوميديا وخصك تتحف وخصك تتحف وخصك تتحف بعض المرات كتتحف انك كتت ما كتت توفق أنا بقي لدابة من الجنراسيون القديمة بقي ما شفتش زعماء شي حاجة ما كان قسيتش شي واحد كان مواهيب كبيرة في فكها هذا رأيك ويحترم كان مواهيب كبيرة في فكها خصهم 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 يدربوا تمر خصهم يستفيدوا من الناس ميقولوش دابة تبتت رجلي ولو كيعرفوني الناس عندي مليون في انستغرام سيبوه رواكلا مش معايير نجاح بالنسبالي مهدي فلان طوال سنوات وكنت منك سنوات جديدة ان شاء الله في نجاحات كبيرة هذه السنوات اللي بديت فيها فعلة متمتيل عمارك اندمت على كلمة قلتيها ولتصرف ولردة فعل لافعل إن كانت ان يخاف اللم اللي احلم بيها لا ماتخافش لا متخافش لا تق rh 2020 لا burning ولقد قلبش على البوز لا تقلبش على البوز أنا كانت نخاف من الإنجibility حت دور درتي كلناس ستしま demon Squid حالية كنتعلم على حقوق انتقلش في تاريخك فلو ما ي Legend ذي بقى عندك أي كلمة أو أي زلة اللسان المتحدث ستكون مجرد في المنزل حسناً لن تغذيه مرات؟ صراحتي لن تخرجت عليه هل يمكن ان تتوقع أي أكثر من اللزوم؟ نعم، 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 نعم نعم، 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 نعم نعم، 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 نعم فرصة هو أننا نتبادلون نشاركوا الأراء ونكونوا أقرب للمشاهد المغربي بعيداً إلى البوز وعلى البحيرة وكيبقى الممثل أو المغني أو لأي رياضي أو لأي شخصية معروفة هو إنسان في نهاية المطاف، نعم نتركز إلىها في البرنامج عنده أخطاء وقد ضعفه، خلصنا نتذكره أنه إنسان بعيداً على المجال الذي يشتغل فيه وكيبقى نعرف أنه نبقى نعطخ نقول رأييه ونكون لوسط أبا فولاً أمره وش نهارك لك وشتما بغيتش تسكت؟ هنينة؟ أباً ما لدفه، نزبت مراتك يشتغل لي وشتما تخصت مراتك تخصت مراتك شوية، خلي رأييك خلي عندك وهذا كل ما ديفا عديد الشباب والمجال سلام، سلام، سلام بعد مراتك تكون مع تأنيه مع تجريبها ومع النوضج كتواليك تعرف شنو كتقول كان واحد ندفع وليك يخلينا نقول والحواج بنا من نفكره مهدي، كونك أبا شنو بدل فيك؟ كل شي، كل شي، واللي الدبا كنعرف واللي اسمحنا بالوليدين واللي اسمحنا بالوليدين الناس ديالك تبدل، الحياة تبدل، الخطوة ديالك تبدل كتواليك تحسب وتخام مئة أفمارا كل شي، كتواليك تقول بنتي ناس أحدايا وكام قا نقول خسني بقى في قليل كامل حدا يحاديها الله يسمحني نها، ولكن النعمة من عندك يا ربي اللي كتعلمك بزاف الحواج وكتزيد بيك القدام نتمنى الله يحفظك الميات ياريك وحفظك الوديدين ياريك وحفظة تجميع الناس يا رب نستقبل كيف تشتغل باش تكون افضل امهتي نكون الهم لي عندي ونكون انا هو واحد الابورت بارول دي المتلقين دوي بلسانه ونكون صادق في الاداء ديالي وفاش يتفرج فيه يقول كل واحد شاف هم برسوناج كي شبه لي يقول يحس بيه ويقول هذا دوي بلساني هذا هو الهم لي عندي هذا هو الهم لي عندي رد فعلكم اللي تقول شي حد اه دكرة دار الفلوس بعد دومين درتيش الفلوس بعده الحمدولي الله كفاف خير وبركة البركة ديالله مستورين كما تقولون بغربا ما عندناش ومخصناش احنا مرتاح الحمدولي الله ما بغيناش بزاف باش ما نخرجوش باش من ديبيوش باش فقر حاطر جلك فلات انا انا كمزين مرتاح بالنسبة للناس ما عرفش نيدي الفلوس والله لا عذي مصالح مع نفسك بزاف رادي انا الشخص لي انتك دايبه فيه مرتاح مرتاح الحمدولي الله ما انا ما انا انا شكرا لك راسي ما انا شكرا لك راسي ما انا شكرا لك راسي أنني انتبرزت مع الناس ونحقد عليهم كتكون مسلح مع رأس كتكون قلبك بيض كتكون مرسا حدا كنتمنى لك كل التوفير شكرا جزا نتمنى من خلالكم من خلال إن شاء الله مسيرة موافقة طويلة كنتمنى لك النجاح و الله يحفظ لك العائلة ديالك و شكرا لأنكم شرفنا بحفظ ديالك شكرا لأنكم شرفنا بحفظ ديالك كتدي الرجيم ساعة ساعة ولا ما محتاش نجوفة شمد نجوفة شمد نجوفة شمد و اللي ممكن تأثر على ميزانية الدار أو للأسرة كيفش ممكن اليوم نسلطو الضوء بطريقة بسيطة وواضحة على ميزانية الرجيم نجمع اللي صائح أقدمها لنا دكتور خودري وفقرة تدبير حياتي دكتور خودري علاش اليوم تنتكلموا على ميزانية الرجيم واحد الفيلسوف كبير أشقال قال لك الإنسان تيخدم نص حياته اللولة باش يأكل أها ونص حياته التالية كي يخدم باش كيداوة من دكشي اللي كلاف نصف عمره اللول والحقيقة بقيت كنت تعمل بزاف فهذه الجملة راح عنده الحق لماذا؟ لأن اليوم في هذ الوقت اللي كانت تكلموا مع كامل أسف الأرقام شوية صادمة 422 مليون ديالناس في العالم مريضة بسكري وعندنا عشرات الملايين ديالناس كيتوفوا بالضغط ديال الدم سنوياً في العالم بمعنى في الدقيقة سأعطاش للشخص كي يبوتوا في النهار يعني في كل دقيقة نتيجة الضغط ديال الدم هنا كنت تكلموا لي أسباب صحية الرجيم كين ممكن نقسموا الرجيم الجوج ديال الأنواع الغرض صحيح مفروض إليك وخصك تديره وكين أشخاص اللي ربما كتختاروا من أجل جمالية الجسم من أجل فقدان الوزن وأيضاً محاربة السمنة هل باختلاف أنواع الرجيم تختلف الميزانيات بطابعة الحال نحن جايين لهذا الموضوع هذا مهم جداً وعنش بغيرنا نعطيه المجتمع المغربي مرآة ديال المجتمع المغربي كين في حطر رياضيين الناس رياضين عندهم حيمية بحدهم الفنانين عندهم حيمية ديالهم بحدهم الرشاقة والمسائل عندهم أكلهم بحدهم عندهم لما كان الناس اللي كيدروا تقديم الأزياء عندهم ريجيم ديالهم بحدهم حيمية ديالهم بحدهم وميزانية ديالهم بحدهم وكين المواطنين وناس في حياتهم اليومية كيف ما كان مهنتهم كي بغيروا يدروا الرجيم كيدروا الرجيم عادي هو كتلقى زاهد في الطريقة ديال الأسلوب والمكناة ديال وديروا بحده ما قالوا لي لطبيب لوله ولكن هو ديروا احد ريجيم طابعي غادي به زوين مع راسه يليزان مع راسه بهذه الطريقة ونكملوا دائما في الأرقام راهت 29.3% من المواطنين اللي فيتين 18 سنة مصابين بمرض من الأمراض تيال ارتفاع الضغط وعندنا 10.6% سكاري في مجتمع دينا عندنا 53% من المواطنين البغاريبة عندهم زيادة في الوزن ماشي السومنة السومنة فقط 20% ولكن زيادة في الوزن 53% عدا كينا أمراض أخرى الحاصول أن 11 مليون مغربي دارين عندهم أمراض مزمينة وبالتالي تفرضت عليهم نوع من الأنواع ديال الحيمية وهذه الحيمية بطبيعة الحال كتنعكس على الميزانية ديالأسر والميزانية ديالبيوت فاش نتكلموا على الحيمية بمختلف أنواعها من الناحية المادية دكتور خدري فين كال المشكيل ولاش اليوم احنا حتكلمنا المشكيل نقولك واذا لاش كده ورنا على الميزانية ديالريجيم فين كال المشكيل اللي مضطرين نسلطوا عليه الدوء حيث كينا واحد اشتغلت عليها مدة طويلة العلاقة اللي كينا بين القوة الشرائية للمواطن والأمراض المزمينة والحيمية بمعنى أنه سنعرفوا أن مثلا الناس لمرض بسكاري راه عند الناس اللي الحالة علاقة للحال نسبة الواتيرة ديال المرض يالله جوز فاصلة تسعود في المية ناس لي ميسوري نسبة تنقل المرض ستفاصلها ستفل مية يعني بحالة نقوله ضريبة الوفرة كتكون وحد المرض مرتبط بهذيك النسبة ديال الأكل وبطبع أنهم ربما في غالب الأحيان تشاهدون مجرمات ديالنا بغيت نفقد الوزن بغيت نقسم الوزن غادي نتبع واحد رجيم سواء بأنني نتبع مع أخصائف تغذية أو لا ندخل لأنتغنية كيكون عندي واحد مصروف مأين هنا أشلو الأشكال يلي نقدروا ننبهوا لها المشاهدين الكرام كاينين ثلاثة ديال الأشكال ديال الناس اللي كاجيهم حيمية غادي فيها الماكلة ديال هدك سيدي غادي يأخذ الحمية الحمية وكاينين كاين الماكلة ديال الناس العادية تتحق بفق طبالة وحدة تم شنو كيوقع كيوقع ارتفاع على مستوى الميزانية ديال البيت لأنه كانوا وكان طيبوا الناس لإصحاح وكان زيدوا طيبوا الإنسان اللي متبع الحمية ما نقولوش مريض متبع الحمية كيرتافع إذن عادة لبيوت المغربية كتصرف تسعود وثلاثين في المياه من الدخل ديالها على الماكلة تسعود وثلاثين في المياه هنا من إن كانوا وليوا فاصلين ركا ترتافع كتزاد واحد النسبة مئوية ديال ما يناهز خمسمية درهم بالنسبة لشخص واحد في الشهر في الشهر ديال هذك الحمية الحمية بتكلفها كتزاد على الميزانية كالنوع تاني اللي هو الحالة ديال الأسرة اللي كتبع الشخص اللي ديال الحمية كتمشي معاه في الرجيم ديال كينا في الأسر كيختاروا عدة أشخاص في نفس العائلة والأسرة أنهم يتبعوا وحد الرجيم يتبعوا ذلك الرجيم وباش يشجعوه نحتى نفسانيا باش ينجح في المهمة ديال الرجيم كيمشيوا معاه هناك تحيد مشروبات غازية تحيد مواد دسيمة تحيد لحم شوية في هالشحمة تحيد أمور اللي مرتبطة بالحلويات بالبرودوية كل شيء تزول تساهم في أننا نقسم المصاريف بحمية جماعية أرباء لأن الحمية ديال البيت كان مشيون توجه الخضار والفواكه اللي هي أقل تمان من مثلا اللوح حوم والمنتوجات أخرى اللي هي أو حلويات إلى أقري فهنا البيت عوض ما كترتفع الميزانية دياله كتنخافض وهناك يولي عندنا الدخار يوظف الأشياء أخرى حل دا بيلش دينا ذاك المبلغ إلى وقع الدخار ديال 500 درهم رأى في العام رأى 6,000 درهم رأى عيد لها الحياة دا رأى ميزانية ديال العطلة صيفية رأى الدخول من دراسة ديالجو جولاد وإحنا كنستفدول لأننا في حيمية صحية البيت كامل هناك تبع الأسرة تبع الشخص لدير الحيمية حالة الثالثة هو الحالة الشخص لدير الحيمية هون كيتبع الأسرة كيمشي كيأكل بحالهم كيشرب بحالهم ما كيوقعت التغيير على مستوى هذك المأكلات دياله هنا إلا كان صحيح ما كان مشكل ولكن إلا كان الإنسان المريد عنده أمراض مزمنة هنا فين واحد نار كيأكل مزيلا إلى آخر حتى وحد الوقت نعيكس فين كيأكل ماشي على ميزانية تغذية كيأكل على ميزانية الصحة لأنه هنا فين كتخرج عملية ما كانش منتظرة كانوا يقول لي وفي عشرين ألف ثلاثين ألف ربعين ألف درهم وهذا هم الناس اللي كانتشوفهم في الكلينيك كيحطوا شيكات بيدو الرصيد وهذا يلا كري هذا وعلاج غصنا ردوا البال إنسان من تكون دير الحيمية وتكون في حالة صحية اللي فيها مرض مزمن يحطرم هذك الحيمية دياله باش يبقى في صحة جيدة دكتور خدريس وعلى أخير بين ختمه كيفاش ممكن يكون تسيير جيد طريقة معاقلة لنا الميزانية الرجيم أولا نديروا دراسة بالنسبة للشخص هو الحاجيات دياله هذك طبيعة هذك الريجيم وإلا كان عنده سنة وإلا كان عنده وزن إلى أخير باش يكون هذك الريجيم غادي مع الإمكانية ديال البيت ديال الأسرة كان هزو واحد نسبة مئوية ديال الفلوس من هذك الميزانية ديال تسعود وثلاثين في المياه ممكن دخلوا فيها لأن الرجيم الطبيعي بخضار وبفواكي غير مكلف على مستوى السوق نيك نمشي للسوق ركالقوا أرخص الأشياء فهذك الخضار نيك نلقوا تأمان جيد مناسب في السوق بدون تكلفة بلايما نمشي المواد اللي كتكون استغلاقية على مستوى ده وكتكون التأمان ديالها قوي ولكن الحقيقة أن كثير من الأشخاص اللي كيقوموا بنشاط رياضي هم تبعين واحد حمية غذائية تيكون مكلف عندهم مكملات غذائية وعندهم مسائل أخرى اللي كي يدخلوها هناك واللي كتكون الميزانية قوية إذن من ينغي يجيبها يدير فإذا بيك يأخذ من خانات معينة يخطر يكون من الملبس من السفر دياله إلى غري باش يغدي الميزانية ديال الحمية هل يمكن اعتبار ميزانية النشاط الرياضي والحمية من زمن الأساسيات بطبيعة الحال لأننا مرتبطين بالصحة وإحنا ديرين خانة ديال الصحة اللي كتجي في المرتبة الخامسة سولة من الأولوية الداخل البيت من بعد المأكل والملبس وريضات الوالدين والطربيات الوليدات إذن الصحة كتجي في هاد المرحلة الخامسة وندخلو فيها الرياضة والمقلة ديال الإنسان والحمية كلهم هادو كتحسب شكرا لك دكتور خدري مهدي فولان شكرا لك شاركتنا بالحضور ديالك مشاهدين الكرام شكرا لك انتبعتوا حلقة اليوم تحياتي انتلقوا في حلقة مقبلة من أسرتي دايما للأولى شهية طيبة وتقال خير